السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبابة عاملين ايه? النهاردة كده عند سيد هو في سوى الثلاث. الوماش ده اللي انتم شايفين وماش تنجيد متر بعشرة جنيه. بس بصراحة الخامات بتاعته حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده. اه ده الهمر اه فيه بخمستاشر وفيه بعشرة. اه ده الهمر الفضل ده كان بعشرة جنيه. شايفينش اشكله عامل ازاي كان فيه منه الاحمر والبني والتركواز والبيج اه والرمادي والرصاصي. بصراحة كان فيه منه الوان كتير. المتر بعشرة جنيه زي ما انتم شايفين كده الواناته كتير. والواناته كلها حلوة وزهية كده. تيمشي معاك في اي حاجة بقى. تعمليه في آآ قسوة انتريت. تعمليه بيضات وتحط عليه دنتيل كده على الحرف. يعني بصراحة كل كل الوانات بتاعته مغري. والكشمير بتاعه حلواوي. ده وماش جيل كان بردك كان بعشرة جنيه وماشته ع فكرة تقيلة ومحملة. تعمليه بقى زي ما انت بس هو ماشته تقيلة يعني ايه? تعمليه ممكن بردك كسوة انتري. آآ تعمليه بردك بيضات. زي ما انتم عاوزين انت يمشيه. بس الخمات بتاعته تقيلة. بصراحة الخمات بتاعته تقيلة هو محملة. مع بعض كده على بقية الاهوة ده في سكوز اهوة وماشته تقيلة بصراحة. يعني بس هو ما فيش غير اللون اللي هو اللون الرمادي في كحلي دوت. آآ هو ده الموجود عنده. نعم هو اللون ده بس. في همر بردك اهو ده اللون الموف دوت زي ما انتم شايفين كده. ده كمان كان بعشرة جنيه. آآ في حاجات عنده بقت حاجات بعشرة وحاجات بخمسة. مش كله. يعني كل حاجة ولها سعرها. بس كان عنده تشكيلة حلوة. يعني ايه? انت بقى بتنقز زي ما انت عاوزة. آآ ده او عشرة جنيه. بس بصراحة الخمات بتاعته تقيلة. يعني يمشي كفر مرتبة حلوة عاوي. لانه مش تطيلة عاوي. كان عنده القطيفة اللي كان فيه متر بعشرين. اللي هي التواب. كان عنده كان تسعة سبع علوان تقريبا. آآ في حاجات بقى في الهمشات ديت بقى قماش تنجد بقى تقيل شوية كان متر بخمستوش. شايفين دوت القطيفة هوت. آآ فيه خمس ست سبع علوان قدامك وده المتر بعشرين جنيه. فعنده بقى قماش تاني. المتر بردك كان بعشرين جنيه. يمشي معك قماش تنجد حلو قوي. هنتفرج عليها. يعني خليكم معي لاخر الفيديو عشان نشوفه. اهو. يارب يكون الفيديو عجبكم. لو اهو المرة اشوفي قناتي اشترك فيها فعلي زر الجرس. ده القماش بتاع التنجد زي ما انتم شايفين كان عنده كزا لون. تقريبا اربع علوانات تقريبا. قماش تنجيد. المتر كان بعشرين جنيه. شايفين الرسمة بتاعته? والخمة بتاعته حلوة. كان في اللون اللي جنبه ده كمان اهو. وكان فيه كمان اه دقريبا فيه اللونين كمان. كان فيه اهو اللون التاني والرابع جنبي. ده قماش بقى كان المتر بخمستاشر جنيه. دي بتبقى فضلات قماش تنجيد كده بس الخمات حلوة. الخمات بتاعتهم تقيلة ومحملة. شايفين الواناته في الرمو دي في البترولي في البني. ده كان المتر بخمستاشر جنيه. يارب يكون الفيديو عجبكو. لأول مرة تشوفي قناتي. اشتركي فيها وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هصور لكم تاني عنده. ده القماشة هوا. القماشة هوا زي ما انتم شايفين المتر بخمستاشر جنيه. فاعجت بخمستاشر حاجات بعشرة. شايفين القماشة عامل ازاي? بصراحة الالوانات كلها ايه? مغرية. تختاري تختاري ايه ولا ايه? الخمأ والخمأ بتاعتهم احلى. هحط لكم رقم رقم سايف سندول وصف اللي حب يتواصل معي. اللي يحب يجيله. نعمل بقية الفيديو مع بعض كده نشوف الالوانات اهيات شايفين الهمر. كل الكل عنده الالوانات الهمر دي كلها حلوية اهي. اه تنشيها بقى تعملها كسوة تعملها بيضات. اه ممكن تعملها ستارة. يعني تشاكلها كان في منها الوانات كان في الزيتي. في الرمادي. في البني. ده ماشي التنجيد اللي هو المترب وعشرة جنيه. بصلاح الخمات بتاعته حاليا نفع كفر مرتبة وحفة. وممكن يتعمل ستارة بلقونات. لو انت عاوزة تمشيها. يا رب يكون الفيديو عجبكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنونا ان شاء الله الفيديو القادم.